في مصر الأجرس بون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30% وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا النبات وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية وبيقاوم السقيع وبيحافظ على خصوبة الطربة وكمان بيوفر مياه الري إلى جانب الوقاية من المن والتريبس والذباب البيضاء ده طبعا لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة الأجرس بون يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل الأجرس بون من الطبيعة إلى الطبيعة جلوبال جرين بلانت للتنمية الزراعية هذا الزرن المزرعي وجهت وجيقي نحو بيتك الناعية ترجمة نانسي قنقر 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 لأن هذه فقرتنا المعتدين نصديف من خلالها أسدت معهل بخوصة سحراء حيكون معنا أن هذا دكتور محمد علي ناصر ودكتور أحمد محمد كامل من قسم الفيسيولوجي شعبة الإنتاج الحيواني بمركز بخوصة سحراء وحيكلمونا عن هذا الموضوع أما الآن فحترك حضراتكم مع نشرتنا المصورة نعود بعدها لإصطلاع أهم الأخبار وتفاصيل هذه الأخبار لهذا اليوم فقوا معنا إن شاء الله السيسي يلتقي وزير التنمية والتعاون الألمانية استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني جارد مولار الذي يزور مصر في إطار اللجنة الاقتصادية الألمانية للتعاون التنموي وبحث الرئيس مع الوزير الألماني دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وألمانيا في إدوء العلاقات المميزة بين البلدين كان مولار قد قال إن الحكومة الألمانية تسعى إلى التعامل مع الحكومة المصرية من خلال المبادرة الألمانية والتي لا تقتصر على مجال الكهرباء والطاقة وإنما تمتد لمجال الإلكترونيات والمجالات الأخرى انطلقوا جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة بين فتح وحماس برعاية مصرية انطلقت منذ قليل جلسات الحوار الفلسطيني لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية وبحث ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من العمل في قطاع غزة وأبرزها الانتخابات والقضاء والأمن والسلاح ومنظمة التحرير والرؤية السياسية ويترأس وفد حركة فتح المكلف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية للحركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد كما يضم في عضويته عضاء اللجنة المركزية للحركة وهم روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس ورئيس جهاز المخابرات العامة للحركة أدواء ماجد فرق ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عطية ويترأس وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري ويضم كل من موسى أبو مرزوق ويحيى صنوار وخليل الحية وعزة الرشق وحسين بدران وصلاح البردوين وتوجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء بالشكر إلى الدولة المصرية لرعايتها بجدية مجرأية الأمور في جولات الحوار الفلسطيني مع حركة فتح موضحا أن حماس ستحرس على حل التداعيات والأثار السلبية إلى انقسام على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة على حد سواء التعليم تبدأ حملات كشف الإدمان على سائق المدارس الخاصة الأسبوع المقبل تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شن حملات كشف وعلاج الإدمان على سائق المدارس الخاصة والدولية العام الدراسي 2017-2018 استمرارا لحملاتها التي بدأتها منذ العام الدراسي 2014 وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة أن التربية والتعليم تبدأ خطة توقيع كشف الإدمان على سائق المدارس الخاصة العام الدراسي الحالي الأسبوع المقبل التنصيق مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات الصحة والداخلية وأضافت المصادر أن الوزارة تنصق مع جميع الجهات السابقة لتوقيع كشف الإدمان على سائق المدارس مشيرة إلى أنه من المقرر عرض مذكر على الدكتور طارق شوقي وزير التربية بعمل اللجنة وأن الوزارة ستبدأ بمدارس القاهرة والجيزة واستكمال المحافظات خلال العام الدراسي وأوضحت المصادر أنه منذ بدء تطبيق حملات كشف الإدمان على سائق المدارس قلت الحوادث بشكل كبير الأمر الذي يحقق أقبر قدر من السلامة لدى الطلاب وعضاء هيئة التدريس الجريدة الرسمية تنشر قرارا للتموين بإلزام المنتجين كتابة الأسعار على البضائع نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرارا للدكتور علي المصطح وزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الجذائية وتضمن قرار الوزير رقم 217 للسنة 2017 التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الجذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغات العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحوة بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994 وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2017 لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محالهم ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر وأوضح القرار في المادة الرابعة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها أهلا بحضرتكم من جديد وحزم أخرى من الأخبار أعتقد أن العالم كله أنظر موجهة الآن إلى باريس عاصمة فرنسا حيث تجري الانتخابات على رئاسة منظمة اليونسكو اللي بيشارك فيها عدد من ممثلي دول مختلفة طبعا سفيرة مشيرة خطاب موجودة ضمن المنافسة خاضت النهاردة الجولة الثانية من المنافسة مع مجموعة من المرشحين على هذا المنصب لكن أعتقد أنه لسه النتيجة النهائية صعبة أننا نتوقعها في عدة جولات لابد أن يخدها المرشحين لكن البادي حتى الآن أن نصر حصلت على صوت واحد زيادة عن الأمس فحصلت على 12 صوت وأنه قطر أيضا زادت صوت عن الأمس حصلت على ثلاث أصوات وانسحب هادرة بيجان انسحبت بعد ما كان لها صوتين فانسحبت خالص من المنافسة حيكون معنا اتصالات هاتفية في محاولة لاستقصاء هذا الأمر وتوضيحه للمشاهدين علشان يعرفوا إيه هي منظمة اليونسكو وليه في منافسة عليها والحظوظ الأوفر قد تكون لمين معنا على الهاتف الإعلامية فريدة الشباشي أهلا بحضرتك أستاذة فريدة أهلا بسميتي وبالسادة للمشاهدين بداية كده هل يمكن أن يكون لدينا توقعات فيما يتعلق بانتخابات اليونسكو؟ بصي هو ممكن لدينا توقعات لو مكانش فيه اللي بيستموء الشغل من تحت الترابيزة نعم يعني قدر احنا عارفين انها متعودة على كده وللأسف للأسف اصطدح اللي فيه قناة سبيرة جدا بتنحني وتنتحق أدام المال نعم فكده عمره ما يعمل عمره ما يعمل دولة والأجل دولة بالمعنى يعني تأثيره كده لأنه لو حصل انا طبعا بتتوقع ان يبقى فيه لسه الحرب جامدة علينا ومش عايدين ننسى انه ايام الوزير التابق فروق حرسي لما كان مرشح لليونسكو وخذ اعلى نسبة كل الجيوش المضادة اتحركت واتقفرت وحاولت انه مثل ما تكونش وطبعا ده معروف انه ورداتي جهات منها احنا عارفينها يعني مفيش باعي يخذع النفسين يعني صحيح فاللي انا عادي بقوله انه انا ده اللي ازاي انا كان بجي ادنى يعني عندي حتى ادنى من الثقافة انه لو يعني ارجو ان ما يحصلش لكن لو طلعت قطر هي يعني ممثلة الثقافة في اليونسكو في الدورة دي يبقى على اليونسكو السلام لان ده يعني غريبة جدا يعني لما كده قدلت اللي هي يعني بقلع الحضارة بتاعيتها خمس ستلاف ستلاف سنة وبعدين تيه دويلة بتطلع ثلاث شوارع من شبرة والنحية كده انا بقللش منها انا بقول بس يعني بحسب الاحصاء السكاني وبحسب المساحة وبحسب حاجات كتيرة وايضا بحسب الاحصاء الثقاش كل تأكيد هجيني كاتب واحد في قطر اسهامات قطر في ناحية ثقافية وفي ناحية التربية والعلوم تكاد تكون غير موجودة وبالتالي يعني الغاز اللي طلع اللي ربنا احطه في المنطقة دي عشان يبقى نعمة فانقلب علينا الى نقمة الحقيقة يعني لانه حكمنا مش جادرين بهذه الثروة اللي ربنا ادعها بالشعب العربي والشعب العربي مش طاير منها حاجة اللي انا عايز اقوله ان هذه الزويلة اللي في العالم كله حتى رئيس امريكا اللي هو يعني احنا عارفين العلاقات بينها وبينهم وبين امريكا حتى رئيس امريكا قال انها بتنولي الانهاب وانها يجب انت كف انت عايز دي اللي تعلمني الثقافة الثقافة ايه لكن ده لم يمنعهم ان استقبالهم يعني اقامت علاقات اقتصادية ومصالح كبيرة جدا معاهم بعد تصريح اللي قاله ده وبالتالي قد يكون أنا معاكم يعني اذا هل يعني طبعا حضرك ذكرت انه يعني مرشحنا السابق فاروق حسني في انتخابات سابقة كان هو المتقدم كان معا 22 صوت في البداية وكانت رئيسة الحالية اللي انتهت ولايتها معها اربع اصوات فقط في البداية هل من المتوقع ان يحدث تغييرات هل من الممكن ان يعتارد البعض ولا شايف ان المنافسة ممكن تميل الى المنافسة ما بين قطر وفرنسا كما يتوقع البعض انا انا بتوقع انه بين قطر وفرنسا الفرنسا على فكرة يعني انا انت عارف فرنسا بحبها وبعتبرها بلد الثاني انها اتخابت فرنسية وعقيت هناك نص عمر في فرنسا بس انا مصدومة من انها ترشح حد فرنساوي لان عموما دولة المقر ما ترشحش حد صحيح فيه تغييرات كتيرة السلادي او حاجات اه يعني تترفع عن مثل هذا الموقف لكن هي زي ما تقولي يعني اه اتفاق ضمن كده ضمن ثوى معينة انه مصر ما تاخدش هذا الموقع اللي انا فرأي وبدون اي تحيش والله اللي اكتر حد جدير بهذا الموقع هو مصر بعدين السفيرة مشيرة خطاب لها هنا تاريخ مشرق يعني هي دفعت عن المرأة ودفعت عن السقاب ودفعت عن الأبطار ودفعت عن الأسرة يعني محدش يقدر يقول عنها لعنديهاش حدش ولو بسيط في متراتها المهنية هل كان لابد من التنسيق اكتر مع الدول المسوطة مثلا الدول العربية كانت محتاجة انها تنسق مع بعضها أكتر حتى لا تفاتت الأسوات اتفضل انا اعتقادي انه هنا مهن ما حصل تنسيق في نية مبيتة انه مصر ما تاخدش النفع الا لو حصلت مواجزة وانه اكتر حاجة هتبقى موشينة لهذه المؤسسة او هذه المنظمة اللي هي الدوليسكو التقافة والتعليم يعني معقولة تبقى قطر يعني حاجة تنحك بتبذحك كالبكاء يعني نعم انا بشكر حضرتك ربنا اتهل وان شاء الله يعني يعني ان شاء الله ربنا يعمل لشيل خير والتخيرة بتاعتنا مشيرة خطاب هي حاسة بالوقت ان كل المصل معها وكل الأصوات الحرة معها بشكر حضرتك شكرا جزيلا للإعلام الكبيرة فريدة شباشي على مدخلتك معنا وبنتمنى طبعا التوفيق للسفيرة المشيرة خطاب وحتى اننا بنوفق في هذا المنصب معروف تاريخ مصري على المستوى الأثري وعلى المستوى الثقافي محدش يقدر يقلل منه او يشكك فيه ومعروف ايضا يعني ان قطر ليس لها باع طويل فيما ذال الثقافة او العلوم او غيره مما يؤهلها لاعتلاق هذا المنصب على اي حال هنشوف وحنستنى علشان نعرف اللي جاي في ايه احنا لسه دي الجولة التانية في بكرة ان شاء الله جولة تالتة ما حدش هيقدر ياخد المنصب دائلا لما يحصل على 30 صوت على الاقل وبالتالي لسه المنفسة موجودة ولسه الامور يعني لم يفرق فيها ناقيا او لم تنتهي بشكل قاطع احنا النهاردة النتائج مرة اخرى بنذكر ان قطر حصلت على 20 صوت فرنسا حصلت على 13 صوت مصر حصلت على 12 صوت الصين خمس اصوات معانا فيتنام خمس اصوات ولبنان ثلاث اصوات فقط ربما يكون فيه انسحابات جديدة بكرة حنشوف على اي حال معانا السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق وعضو المجلس المسر للشؤون الخارجية اهلا بحضراتك سيادة السفير اهلا وسهلا نتان والحال اذا بقي الحال على ما هو عليه الآن وحضراتك طبعا عارف يعني الانتخابات وصلت لايه ما الموقف الذي يجب او ينبغي علينا ان نتخذه في الفترة المقبلة او على السفير المشير خطاب ان تقوم به خلال الفترة المقبلة دعم اصوات اكتر نعمل ايه على مستوى اليونسكو لا والله حدرتك هو تكسيف الاتصالات واني على ثقة ان الفقومة المصرية بتكسف اتصالاتها اه كما تجري هي اتصالات من جنابها في اتصالات بتتلقاها من دول اه اه لها مرشحين اه في الانتخاذات اه اه طبعا اه اه خلال الايام القليلة القادمة اه وحتى الجولة الخمسة والنقيرة اه حيبقى فيه حدرتك حدرتك عنصرين حاكمين في المشهد العنصر الاول هل فيه انسحابات اه مراكحين اه مثل انسحاب ماندوب اتربشان امن نعم وهل حيبقى فيه تنازل اه من بعد المرشحين لصالح مرشحين اخرين هم دولة العنصر ثلاث عناصر الحاكمة في المشهد اه اللي اللي نستطيع يعني من خلالهم اه نستقرق المشهد المرشحين 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 الاثنين اللي ممكن يصلوا الى الجولة الخمسة والاخيرة في حالة تنازل احد الاطراف الاصوات اللي بيتم التنازل عنها دي بتدخل انتخابات مرة اخرى في جوالات بعدها؟ طبعا حردت زي ما حصل مبارح المرشحة الاثنين الذي كان قد فاز بسوطان ينتحب فالسلطين ذهبوا ذهبوا اه للمرشحين واه اعتقد انهم يعني احنا قدامنا اه اذا اه قررنا اصوات اليوم بأصوات امن اه هنجد ان في ثلاث اصوات اه اه فقدتهم المرشحة الاثنينية صحيح هنجد ان المرشح الاثنيني اه اتكتب ثلاث اصوات وانجد ان المرشحة المصرية فازت بسوط صوت واحد والمرشحة القطري فاز بسوط صحيح فطبعا ربنا على سؤال حسد ريزك اما بيتم انسحاب اه مرشحة او مرشحة الاصوات اللي كانت اللي كان بيقصوص بيها تتفتت على المرشحين البقر طيب يعني دلوقتي قد يتسأل بعض ما اهمية هذا المنصب بالنسبة للمرشحين عليه منصب اليونسكو يعني هل هو منصب له فعاليات على الارض وله قرارات حاسمة على الارض ام انه منصبا شرفيا يعني ايه اهمية رئاسة اليونسكو بالنسبة لك مصريين اليونسكو بتعتبر وكالة متخصصة من وكالات الامم المتحدة وكالة من اهم الوكالات المتخصصة للامم المتحدة والمتيل العام هو الموظف الاداري رقم واحد على رأس هذه المنظمة اللي من احداثها نشر استقاطة السلام في العالم والتعليم وطبعا دي موضوعات في غاية الاهمية بالنسبة للدول العالم بالاضافة طبعا للحفاظ على تراث البشرية وتراث العالمي وطبعا في دول خبرى بتحتم جدا كالولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية بتحتم جدا بالقرارات التي تصدر على المنظمة وكما تعلمين حضرتك ان الولايات المتحدة الامريكية توقفت عن فداد مشتحقاتها المالية اللي تمسك حوالي 22% من اجمال الميزانية اليونسكو اعتبارا من 2011 احتجاجا على حجوم فلسطين في دولة عضو في اليونسكو فهذه الوكالة المتخصص الأمن المتحدة في غاية الاهمية طبعا احب اقول ان من ضمن شروط رولايات المتحدة الامريكية لاستئناف صددها لحصتها في الميزانية في اليونسكو سنويا وعدم تسليس اليونسكو وعدم اقحام القضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي في القرارات المنظمة الوكالة طيب هل في تاريخ انتخابات اليونسكو تم التطعن قبل ذلك على احد المرشحين اللي فازوا اذا وجد دليل معين على النفاذ بطريقة غير نزيهة ولا لم نشهد مثل هذه الحالة من قبل لا احب اقول بس هنا اتوقف قليلا لا تعمل فضل مفيش حد ديسة بطريقة غير نزيه نعم دولة 58 دولة عضو كل دولة دولة ذاتة سيادة وبتصوت وفقا لرؤيتها لقدرة كل مرشح على تنفيذ اهداف اليونسكو نعم اذا هي رؤية وربما ايضا هي ترى ان من مصالحها ايضا ولا جزئة المصالح مش متدخلة في الاختيار لا انا تقديري ان هي تبقى اكتر منها رؤية عن هنا مصالحها نعم وبالتالي حد ديسة بتقول ان الموضوع بيتم بناء على رؤية كل دولة وانه لا يمكن ان نحاسب اي دولة على اختيارها او لقدر الله ننصمها بانها غير نزيه لم يصبت في تاريخ المنظمات الدولية والاقليمية ان الدول لا يمكن محاسبة الدول على طريقة التي تصورت فيها نعم اذا حتى حتى لو بعض الدول حالك عارف ان في ازمات الان يعني اتجاه قطر من بعض الدول او ربما اتهامات لا اعلم ان كانت موثقة او لا لدى الدول الكبرى بانها قد تكون ضالعة في بعض العملات الارهابية هل هذا لا يؤثر في الاختيارات ويتيح لها المجال انها قد تحصل على المنصب يعني انا يعني لا تبغيري انا لا اعتقد ان ده عنصر حاسم في هذه الانتخابات نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق وعضو المجلس المصري شؤول الخارجية شكرا جزيلا لك في النهاية هذا الخبر لا يسعنا الا ان احنا نتمنى افضل الامنيات للسفيرة المشيرة خطاب ان شاء الله ان تنجحها في الحصول على هذا المنصب اللي بتستحقه مصر ناسجة لتراثها الانساني وضلوحها في عاملات كثيرة جدا للسلام وللعلوم وتصديرها لعقول مصرية نابغة في كل مجال نروح لاخبار داخلية وعارفين انه يعني كتير جدا من الاحيان بيحصل عمليات ابتزاز على شبكة الانترنت حنشوف ازاي ممكن نسيطر على عمليات الابتزاز اللي بتحدث على شبكة الانترنت الداخلية بتسيطر على 45 صفحة تحرد على العنف والابتزاز عبر الانترنت تمكنت اجهزة الامن من ضبط 41 قضية ابتزاز مدي ونصب على المواطنين بعد مدريات الامن عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت ونجحت الاجهزة الامنية بالاستعانة بتقنيات الحديثة في السيطرة على اربع حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريدية لارتكاب اعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الوقائع الجهود الامنية اللي بتبذلها كافة الفتحات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة متواصلة خاصة فيما يتعلق بالجرائم التكنولوجية والصفحات التحريدية على مواقع التواصل الاجتماعي بعضها بيكون تحريدي على جرائم عنف وبعضها بيكون الابتزاز مدي ونصب على المواطنين والداخلية نشطة جدا في هذا المجال كمان بنتكلم عن اعتداء بقى كان تم على الاقسام الشرطة وعلى الداخلية من حوالي سنتين وصدر بشأنه حكم القضاء أخيرا الاعدام شنقل لثمانية متهمين بأحداث اقتحام قسم حلوان قادة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة برئاسة المستشار حسن فريد اليوم الثلاث بالاعدام شنقل لثمانية من المتهمين في قضية كانت معروفة اعلامين باقتحام قسم شرطة حلوان الحكم صدر برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخلال حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وواليد رشاد اتحاد كشفت ان المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس السنة القبل اللي فاتت بالتوجه لقسم شرطة حلوان وقاموا بوضع سواتر حجرية وتحصنوا وراها ورشقوا القسم بالحجارة وبقنابل المونوتوف وإطارات الكويتش المشتعلة وسط ونات الغاز وأطلقوا وابل من الأعيلة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في حرم القسم طبعا أتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة مش عارفة إيه اللي ممكن يعني يؤدب ناس إلى هذا الكم من الغل تجاه قسم شرطة ويعني ناس يؤدوا عملهم يعني في حفظ الأمن والأمان والحية أنه هذا الحكم أخيرا صدر وأكيد حياش في صدور الناس تعدي على المؤسسات الحكومية هذا شيء سيء لغاية لأندي في النهاية أموال المواطنين وأموالنا إحنا كمصريين منفعش كل يوم التاني يحصل حاجة زيدي ونعتقد أنه يعني إن شاء الله يكون فيه أحكام رادعة فيما يتعلق بالناس اللي بتعتدي على أقسام الشرطة أو غيرها من مؤسسات الدولة كان فيه حمى الدنك اللي كانت منتشرة فيه منطقة البحر الأحمر وزير الصحة بيطلع تصريح بخصة هذا الموضوع أنه هيامل تحاليل لتلتمية سوداني دخلوا منطقة البحر الأحمر لأنه فيه احتماليا يكون هم اللي نقلوا حمى الدنك اللي انتشرت هناك لفترة من الفترة دكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قال أن فيه تلتمية رجل سوداني جنسية دخلوا لمنطقة البحر الأحمر من فترة وحيتم إجراء تحاليل لهم للتأكد من أنهم مش مصدر لانتشار حمى الدنك وزير الصحة قال أن محافظة البحر الأحمر أخبر محافظها بدخول تلتمية سوداني عبر الحدود المصرية ومن المحتمل أن يكون هم نقلي المرض وأكد أن مصر ليست من الدول اللي بينتشر بيها المرض وجميع دول شمال إفريقيا أشار عماد الدين كمان في تصريحات صحفية أنه تفقد مستشفى القصير وهناك قال أن الحمى دي فيروس ضعيف جدا وعدد المصابين في القصير يعني أقل من نص من 100% من سكان المدينة وقال أن الحالات اللي دخلت المستشفى حوالي 212 حالة وخرج منهم بالفعل 185 حالة أوضح وزير الصحة أن في حوالي 102 شخص مثلوا فرق طبية وراحوا البحر الأحمر في بداية الأسبوع الثاني أخدوا عينات من كل شيء في مدن البحر الأحمر وتم حص ومعرفة سبب المرض وهو المياه الراكدة والخزانات الأديمة وأكد أنه تم قضاء تماما على البعود اللي وصل في بداية الأمر انتشاره 85% لكن الحمد لله بالمكافحة ما تعداش 3% فدا شيء جيد جدا معنا للتعليق على هذا الخبر والمزيد من المعلومات الأستاذ محمد سليمان مدير مكتب المصر اليوم بالبحر الأحمر أهلا بحضرك أستاذ محمد أهلا بحضرتك من المفترض أنه تم التحليل ومعرفة أن البعود هو العنصر المتسبب والناقل مع المياه الراكدة استجد موضوع السودانيين العبروا إلى الحدود المصرية كلمنا حضرتك عن هذه المعلومات بص حضرتك المهاردة طبعا من جداية من اليوم وزير الصحة بدأ زيارة التفقودية الخاصة في مدينة القصير لمتابعة الإجراءات التي تتم مواجهة انتشار فم الدنك طبعا الوزير تحقد في البداية المستشفى والكال عدد من المصابين وعدد من اللي بيستلقوا العلاج داخل المستشفى طبعا طلبوا منه زيادة عدد الأطباء في المستشفى وزيادة كمية الأوضوية والمحلية الموجودة طبعا الوزير استجاب على القور وأكد أن هناك أطباء من الجامعات الفقومية سيكونون متواجدون من الغد في المستشفى القصير طبعا الوزير حدد أسباب انتقال الحمى واللي كانت فيه المياه العزبة أو المستنقعة الموجودة بتاعت الصرف الصحي كمان تطرق الموضوع السودانيين وده غير كمان مؤكد أو غير جازم به أنه هم اللي وراء الموضوع الحمى الحمى طبعا بدأت الانتشار بداية من شهر سبتمبر الوزارة عملت مع الوضع بداية من منصف سبتمبر بدأت التحليل وبدأت إجراءة الفحص للمصابين طبعا الوزير التكلم قال في أجهزة الدولة لازم التعاون في هذه المشكلة وتتدخل خاصة أن وزارك الإسكان المتمثلة بشركة مياه الشر بالصرف الصحي أنه يتم المياه تبقى نقية وتبقى تحلل كل شوية ويأخذ منها عينة كمان الوزير طرح أنه القضاء على الحمى على قلة مراحل مرحلة قطيرة في الأجل وهي علاج المصابين وانتهاء أي إطابات جديدة كمان المرحلة الثانية هي أنه يتم تشغيل أو تكمال مشروع الصرف الصحي في مدينة القطير وضخ المياه العزبة لمدة 24 ساعة على سن محاول يتخذ المياه في الخزنات ويرجع تكاثر البعوض مرة أخرى كمان الوزير أكد أنه لا يوجد أي حالات وفاة من الحمى والعدد بدأ يتناقض والقضاء على اليرقات بدأ والبعوض بدأ ينحطب وكمان الكلام ده في الغرداء وفي الخطير وستفاجة ومرسعة يعني هو المهاردة يمكن الوزير يكلف الأجهزة المتواجدة من الصف الوقاي والأمراض المتواطنة بالاستمرار في المتابعة والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع محافظة البحر الأحمد الوزير كمان أكد على أنه الفريق الوقاي الموجود بالصفير مش هيمشي من الغناك غير لما ينتهي من الحمى كاملتا هاي طب الوضع الحالي بقى هل في ناس لسه في المستشفيات ولا خلاص تم علاج الجميع فيه طبعا جزء عدد أليل في المستشفيات لكن العدد الأكبر متواجد في المنازل داخل المنازل اللي بتلقى العلاج على حساب وقاف وفيه عدد موجود في حميات الغرباء عدد في إينا وعدد في مستشفى أسوال العدد الأكبر موجود في البيوت اللي بيتعلق العلاج داخل البيوت لأنه العلاج يعني يعتبر الأدوى والمحليل وقاف الحرارة اللي احنا دعايدين يمكن نناشد المسؤولين فيه في محافظة البحر الأحمر عدم إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الميان الصرف الصحي ورأي الحضائق الموجودة في الشوارع لأنه هي مصدر رئيسي للانتشار البعوض والنموط شريط الحمز الأجديدة ويمنع المنع كامل إلقاء مياه الصرف الصحي في حقائق أوراية الحضائق والأجدار في مياه الصرف الصحي هم المفترض دلوقتي بيتم معلاج مياه الصرف الصحي أو تطهرها يعني بإلقاء نوع مأنواع هم بيقضوا على مصادر الصرف الصحي أو مصادر المياه العزبة اللي متودة والخزنات المفتوحة والخزنات الألكة وحملة داخل المدارس وكل حاجة بيتمسحة لكن ما زالت فيك سيارات نقل صرف صحي تلطي بحملتها في الحضائف في الجزيرة الوسطى للشوارع في مدينة الغرقصة لا ده لابد بفعلة من الإبلاغ عنه حضراء ما فيش المحافظ يعني تعاملوا مع الموضوع ده إيه هل فيه استجابة يعني ولا لسه بصي حضرتك الموضوع من البداية للحمة كان مطلقين عليه إحنا كصحفين أو إعلامين الفيروس الغامض وكان فيه تعتيم من وزارة الصحة على الموضوع لحد ما تساقم الوضع وانتشر بالصورة اللي حضرتك يتابعها وملاحظاها لغاية جاء تكليف رئاسي الوزير الصحة ينتقل القصير ويشوف الأمر إيه الكلام ده الوصول تتم من زمان يعني تتم من أسبوعين أو أسبوعين ما سواء بعض الطب الوقاية قبلية فاندم أسبوع الماضي كان يعني يعني رئيس الطب الوقاية موجود الحمى موجودة عندنا من بداية شهر تسعة نعم يعني هم تأخروا في يعني احنا كتابنا في المصر اليوم كتابنا بأستاذ بوردان ثاني أنه يعني حقيقة الغيروس الغامض الناس بتتعب ليه الناس بتتعب ليه الناس بتتعب ليه الناس بتتعب للإعياء وتكسير العظام وليه يعني هم كانتين لغاية كما شافوا الصورة كبيرة طبعا اهتمام من التعين وكل جهة الدولة لعلى المتحدة حتى المجلس الوزراء والرئاتة نتمنى أن الاهتمام ده فعلا يعني يؤتي سمار وان شاء الله وسطك يكون واصل سيد محمد سليمان مدير مكتب المصر اليوم بالبحر الأحمر شكرا جزيلا لحضرتك نرجع بقى للملف الزراعي وعارفين أنه من أهم الأمراض اللي بتصيب النخل لسوسة النخيل احنا عندنا أكتر من 20 مليون نخلة في مصر بعض النخيل بيصاب بالسوسة وبالتالي يعني بيفقد قيمته تماما علشان كده الأفات الزراعية بتستعين بتقنيات حديثة لمكافحة أفات سوسة النخيل الحمرة وده بيواجهوه كما قال دكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الأفات الزراعية بطرق حديثة من خلال تطبيق الدراسات الحديثة لأن بها المعمل المركزي لبحوث النخيل ومعهد أمراض ومقاية النبات بمركز البحوث الزراعية باستخدام جهاز جديد لحقن النخيل ده بيحقنوا النخلة جواها للقضاء على الآفة بتحليل عينات خاصة بالمبيدات واستعانى بحفرات لتقليع ودفن النخيل إذا فعلا كان النخيل خلاص فسد لابد من أنهم يقتلعوه تماما ويقوموا بدفنه وده في المحافظات اللي فيها إصابات واللي بيكسر فيها زراعة النخيل زي محافظة الإسماعيلية وزي منطقة سيوة وزي الجيزة وده الحفاظ على الثروة القومية من النخيل في مصر لأن وزارة زراعة آلة الإجمالية عدد النخيل في مصر بيبلغ أكتر من 20 مليون 20 مليون وحوالي 30725 نخلة وتم اكتشاف حوالي 2023 نخلة مصابة بالفعل وبالتالي تم علاج 17001 نخلة منهم لكن في 54 نخلة يعني غير قابلين لعلاج فتم تقليع هذه الثروة النخلية المتمثلة في 54 نخلة ولسه في جهود مستمرة لأعمال المكافحة وإجراء تجارب عملية لعلاج المصابين أو المصاب من النخيل لأنه طبعا دي ثروة كبيرة جدا نتمنى إن شاء الله يعني التوفيق لوزارة الزراعة في علاج هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها بإذن الله ويريد برضو مربي النخيل أو زراعي النخيل يستجيبوا معاهم ويبلغوا على أي حالات إصابة ويقوموا على طول بعلاج فوري لها والإبلاغ هيحمي باقي الثروة من النخيل فيه طبعا تعديات مستمرة على نهر النيل لكن من ناحية تانية فيه جهود ومحاولة دايما لوجهة هذه التعديات رئيس قطاع حماية النيل بيقول إنه حيحصل قضاء على ظاهرة التعادي على النهر مع نهاية العام طبعا تصريح متفائل وأنا نتمنى إنه يحدث بالفعل مهندس صلاح حيز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري قال إن الوزارة قطعت شرط كبير في حملة إزالة التعديات المقامة على نهر النيل وأشار إلى إن نجاح بإزالة ما يقرب من 30 ألف حالة على مستوى الجمهورية ده شيء عظيم منذ أن بدأت حملة التطوير في 5 يناير 2015 أضاف أيضا إن الحملة نفذت قرارات إزالة خلال الأشهر اللي فاتت ل16 ألف حالة تعدي على نهر النيل وأوضح إن الحملة لما بدأت في 5 يناير 2015 وحتى 7 مارس 2017 نفذت حوالي 14 ألف قرار إزالة لكن منذ مارس الماضي وحتى اليوم نفذت 16 ألف حالة تعدي حصل 16 ألف حالة تعدي مؤكدا إنه مع نهاية العام الحالي هتكون الدولة نجحت في القضاء على جميع التعديات على طول مجرأ النيل عز قال إن الحملة أخذت دعم كبير في إزالة التعديات بعد توجيهات الرئيسة عم تفتح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم والمسندة الممكنة لإزالة أي حل التعدي مقامة على نهر النيل بالتنصيق مع وزارة الداخلية لممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية ده شيء مهم جدا طبعا لأنه يعني الوزارة وزارة الرئيسة لوحدها ما تقدرش تعمل حاجة ووزارة الزراعة لوحدها ما تقدرش تعمل حاجة إحنا بنعتمد في كل حملاتنا على الشرطة اللي بتسندنا سواء المسطحات المائية أو هنا شرطة البيئة وغيرها من فروع الداخلية نروح لخبرة اقتصادية سريعة عن ارتفاع أسعار الذهب بثلاث جنيهات عيار واحد وعشرين سجل ستمية وتلاثين جنيه للجرام ارتفعت أسعار الذهب التعاملات الصباحية اليوم التنات بقيمة ثلاثة جنيه سجل عيار واحد وعشرين مبلغ كانت بلغت درويتها في مطلع الأسبوع الماضي حتى توقف عن ستمية وعشرين جنيه ثم عاود الارتفاع مرة أخرى مع تحرك سعر الأقيم أصبحت أسعار الذهب عيار تمانتاشر خمسمية واربعين جنيه عيار واحد وعشرين ستمية وتلاثين جنيه عيار أربعة وعشرين ستمية وتلاثين جنيه أما الجنيه الدهب بخمسة خمسة 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 كان يوم الثلاث إجمال ارتفاعات الأقيم ستة دولار اليوم والأمر ده سبب تحرك أسعار الدهب في سوق الصاغة المصري كمان اللي استجابت لهذه الزيادات بيتوقع تجار الدهب القاهرة حدوث مزيد من الاضطرابات في سوق الدهب مع استمرار التذبذب الكبير في سعر الأقيم العالمية بعد مرحلة من الركود جراء ارتفاع أسعار الدهب في سوق السعر أخيرا الخبر له علاقة بالتقس عشان نشوف حالة التقس المتوقع واللي بترتبوا عليها كتير من أمور حياتكم تقس الغد معتدل شمالا العظمة بالقاهرة ان شاء الله هتكون 28 درجة خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا استمرار اعتدال التقس غدا الأربعاء حتى شمال الصعيد هيكون ماء للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل ماء للبرودة في آخره الرؤية في الشبورة المائية هتقل صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتتكاثر السحب المنخافضة والمتوسطة على السواحل الشمالية رياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج سويس مما يؤدي إلى التراب الملاحة درجات الحرارة المتوقعة العظمة بالقاهرة سبعة وعشرين والصغرى تساعتاشر أما الإسكندرية العظمة ستة وعشرين والصغرى واحد وعشرين مطروح العظمة واحد وعشرين والصغرى ستة وعشرين دي درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله بنتمنى بإذن الله يوم جميل وسعيد غدا لكل المصريين ده كان آخر خبر معانا النهاردة في دشرتنا الإخبارية بعد الفاصل بنذكر حضراتكم بأن عندنا لقائين حواريين هنتكلم في فقرة الأخيرة عن تكنولوجيا مهمة جديدة يسمها تكنولوجيا الحيوية دي بتساعد في تطوير الثروة الحيوانية الموجودة في الصحر إزاي أنا مش عارفة إزاي لكن هنعرف من المتخصصين اللي حيكونوا معنا واللي بيمثلوا قسم الفيسيولوجي شعبة الإنتاج الحيواني بمركز بحوز السحراء حيكون معنا دكتور محمد علي ناصر ودكتور أحمد محمد كامل أما الفقر اللي حنتقل فيها مباشرة بعد هذا الفاصل فهتكون عن مخاطر السموم في الأخذية وحيكون معنا الأستاذ الدكتور رمضان تاج أستاذ صحة الأخذية والفطريات تابقوا معنا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر